تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق عددا من ملفات العمل أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به صندوق التنمية الحضرية انطلاقا من رؤية الدولة نحو تطوير العمران القائم والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن المصرية استعرض الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لمشروع تطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة منه وتتم المرحلة في 23 موقعا بـ 13 محافظة على مستوى الجمهورية وتشهد تنفيذ نحو 61 ألف وحدة سكنية بنسبة تنفيذ تصل إلى 92%